في معرض الكتاب العربي والدولي المقام في لبيال اقتحمت مجموعة من الأشخاص ستاند إيراني وحاولت إزالة صورة لقاسم سليماني الأمر الذي أدى إلى تضارب بالأيدي تفاصيل نتابعها لاحقا إذن هذه الصور من اقتحام معرض الكتاب العربي والدولي في لبيال والتضارب بالأيدي بيروت حرة حرة إيران لا يبره بيروت حرة إيران لا يبره بيروت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر